والله خلي سمعوني كل العالم يسمعها بالكلام في تحرق جابوا فيك بحملة الغارة بيها مع المسافرين 4 سنتيات سنة يحلف يمين يقول بديها حم الغار وكانتو على بوف يقول لقيت كاروك بيه الطفل يابس مقمط والله الطفل مقمط معشون عدت عدتوا أهله يقولون ملاحقوا يعظو هذا الشخص ما عرفه بس أعرف القصة مالته المره اللي عافت طفلها بالكاروك آني هذا ذكره الموقف إحنا محجوزين هلثنا جدتي مره أثناء التسفير كل دقيقة جايبين عائلة وللحجزوا عائلة ورا عائلة فبهلثنا شفت واحد ما ردق على رأسي تقول يعني هني نسي الطفلي بالكاروك ترى هني ناس يا طفل الشرطة يباعون عليها ما حد يجاوبها ما حد يدير الأبال إحنا نزمتنا العاطفة قاعدنا بتينا وياها فأني هذا المشهد شايف نجم عبود إبراهيم الملقب بمنطقتنا نجم ملكية من زمن الأثمانين ناجب دي مادي علي خان اللقب مادي علي حسين 1828 نحن في هذه المنطقة أنا ياسمين أحمد باقر كردية فايلية عراقية مو مثل ما تهمنا صدام إيرانيين كريف نادر من أهالي منطقة حي جميلة الكراد الفايلين أغلب المنطقة اشتروها تجار من التجار الشورجة وتجار شارع النهار ومن مسؤولين أيضاً كانوا يشتغلون بغرفة تجارة بغداد صارت حالات سنة 1978 تقريباً تجي القوات الأمنية احنا نقول الصدامية نحن تجي اللجنة مشتركة أمن وحزن توقون الباب العالم المعني طبعاً على أسعد أسعد يا باب بطلح أسعد حالة طارها أسعد أسعد بالبدي نساء وشباب وشياب تسفير أهلي سنة 1980 شون سفرونة يعني هذا المشهد مؤلم كلش أنا جنت بالمدرسة يوم ستة أربعة يوم ستة أربعة 1980 أجدت الشرطة علينا للمدارس أنا وأخوي وخواتي أجا استأذن طب للإدارة استأذن من المديرة بس طلعنا بالفرصة الشرطة علينا لقفنا أنا بيتشت قلت هذا مو أبونا ولا أخونا من عرفان أي أختي جاعة تكلت لبابا أريد يعني أتغدى يعني إحنا جوعانين جاني من المدارس قالت يالله فعد واحد منهم قالت يالله يالله راح تروحون يامل خويني تأكلون كيك كراد الفيلية اللي يسفرهم الإيران همين صاروا تحت خيم وصاروا تحت رحمة الحرس الثوري الإيراني اللي يوم السباه أنا وعندها تتأسير تلت المعسكر اللي علي يعني جنود إيرانيين بس بالمعسكرات العوائل والنساء والبنات والشباب اللي مو أسرع أريد أن يقول يعني قسم حصلة إليزا باس وأنا قلت لي بول بلهجتنا رقعوها منا ألا هنا يحصلون لنفذ ورقة وطلعوا على إليزا باس سويد ودنمارك وغولندا يعني أنت رجعتني ثلاثم سنة لي وراء ذكرتني المفروض ما أقدر تصورني لأنه المشهد كلش مؤلم ما حد يتحمل يعني حتى والدتي بالإسلاح ما خلها تلبس العفو ما خلنا نلبس أحدها يعني بالكوة أصعب شي والدي عاف عائلتها صارت قسمين قسم منهم الزوجات تركهم بالعراق والقسم الثاني رحنوية إحنا صغار هنا كمين تقريبا من سنة الـ 80 إلى 87 هو توثى بيرا وهي جرائم صدام وكل أسوأ اللي صارت أسوأ وهي قصص صارت به صدام فيت الليلة طلع خرار قال يريد شهد جنسية يطلعون يجون يقدمون إحنا قدمنا درجنا بالأسماء اللي يقدموا والأسماء نفسها اللي قدمت سفروا بحجة الشاجسية حتى مسيح والله سفروا ويانا والله حتى مسيح سفروا هم ويانا قلنا لهم أنتم مسيح قاتل إحنا هم من أجينا قدمنا ذبهم على حدود الأراقية الإيرانية ذبهم شلون؟ بالألغام بالحرب الأراقية الإيرانية قبل مصير هم مزارعية ألغام يعني ياما ماتوا بالطريق ياما ولادات قايب أين نشفناها؟ الجنود هستخليش هدون الجنود الأراقية؟ يعني آنوا آنوا بإيران حتى من جينا بالحدود وصنفت رجال زوجته توفت غطاها بالعباية مالسة قال يعني لا حول ولا قوة لا أقدر أغسلت ولا أقدر أدفنت حتى ماكو يعني ما عنده فتش يدفنها ما عنده وسيلة يعني فالرجال غطاها وبقت الذئاب تأكلها لا نعرف شنو ما صيرها وإحنا صغار ونمشي وراء أبونا